اهلا ومرحبا بجميع متابعي قناتي الاوفية. اذا في هذه الحلقة سنتكلم على مخطة تخفيف الحجر الصحي في مرحلته التالتة. بحيث ان الحكومة قررت المرحلة التالتة من مخطة تخفيف الحجر الصحي واللي سيبدأ في هذا اليوم تسعتاش يوليوز الفين وعشرين عند منتصف الليل بناء على خلاصة التتبع اليومي والتقييم الدوري لدارتول تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا وفي اطار مواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية والرغبة في اعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. اذا موجب هذا القرار سيتمع المستوى الوطني تأطير المرحلة المقبلة وفق واحد الاجراءات ديال التخفيف اللي غادي نذكروها. بالنسبة للمؤسسات السياحية. اذا غادي يمكنها تستعمل مية في المية من طاقتها الايوائية ولكن دون ان تتجاوز خمسين في المية بفضائتها المشتركة. بحال المطاعم المسابيح قاعات الرياضة. وكذلك بالنسبة للنقل العمومي بين المدن وداخله. اذا السامح باستخدام خمسة وسبعين في المية من طاقة الاستيعابية النقل العمومي بينما كانت في السابق غير خمسين في المية. ولكن وفق طبعا شروط محددة وترخيص تنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور وترخيص تجمعات والانشطة اللي كي يجتمع فيها اقل من عشرين شخصا فقط. وكذلك افتتاح المراكز التقافية والمكتابات والمتاحف والمآتير في حدود خمسين في المية فقط من الطاقة الاستيعابية لهذه المرافق. كذلك تم اقرار الابقاء على جميع القيود الاحترازية الاخرى اللي تم اقرارها في السابق في حالة الطوارئ الصحية بحال اذا منع للأفراح حفلات الزواج قاعات السينيما فتح المسابيح العمومية والجنائز الى اخره. اذا الانجاح تنزيل مختلف هذا التدابير اللي ذكرنا سابقا. ان الحكومة تهيب بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيود الصارم بكافة الاجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية. لا سيامة في ظل المخاطر الصحية اللي كترحال الفطرة الصيفية. وكذلك مدم اننا مقبلين على مناسبة عيد الالحاء المبارك. وسيتم اللجوء كما ذكر سابقا. الى اغلاق كل المناطق والاحياء السكنية اللي ممكن تشكل بؤر وبائية جديدة. بحيث غد يتم تطويقها وتشديد اجراءات مراقبة بها. واغلاق كل منافذ اللي كتدي لها. وهو نفس القرار اللي غد يشمل كل وحدة انتاجية او خدماتية او سياحية لمحرصتش على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعبول به في بلادنا. شكرا على حسن تتبعكم. دامت لكم الصحة والعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة